موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الآن وعلى مدار 30 دقيقة سنكون معكم في برنامج الوطن حياكم الله أبرز العلاوين في المملكة العربية السعودية الملك سلمان ما تبدله المملكة لخدمة الحرمين في مكة والمدينة وقاصدهما هو شرف ومبعث اعتزاز وفخر هيئة الإعلام المدينة الإعلامية مشروع وطني سيتم إطلاقه خلال أسابيع مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مشروع إفطار صائم في الصومال أما أبرز ما سنتنونه في الوطن اليوم فهو السعودية تحقق 220 مليار إرادات غير نفطية والصناعة تنمى واحد في المائة التنمية الاجتماعية نتعامل بحرص مع جميع البلاغات عن تعرض الأطفال والمرأة للخطر أو التحرش فريق موشا طبية يختتم مسابقة صحتي بخطواتي توقع البنك الأهل التجاري أن تحقق الإيرادات الغير نفطية في الميزانية السعودية لعام 2017 220 مليار ريال وأن يتحسن معدن نمو الناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 7 من 10% وأن تكون مساهمة قطاع الخدمات الخاصية الأعلى وأكد البنك في نشرته الاقتصادية نصف السنوية أنه سيستمر انكماش قطاع الإنشاء بنسبة 3 من 10% وقطاع التجارة بنسبة 2 من 10% أما قطاع الصناعة فمن المتوقع أن يتحسن آداءه لينمو بنسبة 1% وذكر أن التوزيع الميزانية العامة للدولة حسب القطاعات في عام 2017 جاء متسقا نسبيا مع متوسط النفقات للسنوات السابقة أما الآن مع معنا من الرياضة الأستاذ سليمان العساب الخبير الاقتصادي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بكم أستاذ المشاهدين طبعا ارتفاع الإرادات الغير النفطية هل هي دلالة على توجه المملكة نحو الطريق الصحيح لرؤية 2030؟ طبعا بالنسبة لزيادة الحاصلة في الإرادات غير النفطية والتي قائناها في النصف الأول من العام المالي 2017 يعتبر تحسنا إيجابيا السعودية ظلت بعقود كثيرة سعاني من موضوع حادية المصدر المالي الذي هو مداخل النفط وحاولت في الثمانينات أن تتخلص من هذا ولكن لم يكن بخطة مدروسة أو حتى برنامج زمني بأرقام الآن السعودية بدأت تخص والخطوات الصحيحة لتنويع مصادر الدخل وإن كانت لازالت في البداية نعم ما هي العوامل التي تساعد على رفع الإرادات الغير نفطية في المملكة أنت ذكرت أنه في عوامل أخرى ما هي؟ طبعا في أي بلد في العالم لا يمكن أن تأتي بمداخل من السماعة أو من أي مكان هناك مداخل تأتي من الخدمات من السياحة من الضرائب من العوائد التي تثمرت في الصناديق السيادي هذه بصفة عامة هي العوائد التي تحصلها السعودية الآن فتحت المجال لشركات الأجنبية للاستثمار في السعودية هذه ستدر عائد خصوصا أنه معدل الضرائب عليها 20% على الأرباح الأمر الآخر الإجراءة الإدارية والتراخيص وخلافه والأوراق كلها تستلزم رسوم هذه تمثل عائد الضريبة القيمة المضافة هذه عائد الضريبة الانتقائية على بعض الصلاة هذه كذلك تمثل عائدا للدولة هناك تنويع مصادر ونازلت الحدود المقبولة والحدود الأقل من المعدلات العالمية التي تجعل السعودية جادلا لاستثمار وتحصل تواجد الخبراء غير السعودين الأجانب الذي يعملون لدينا نازلت تحقق لهم طوائد من رواكبهم وتجعلهم يستمرون في البلد ويقدموا الخدمات مع عائد تحصل السعودية لتنوع مصادرها نعم أستاذ شليمان ما هي الانعكاسات المترتبة على المجتمع السعودي في ظل التوجه نحو الإيرادات الغير نفطية انعكاسها نفسها على المجتمع طبعا المجتمع لدينا في سبع عقود ماضية لم يتعودها لا على ضرائب ولا على رسول يدفعها عالية الآن أصبح هناك توجه السعودية أبلغت المجتمع أنه في روحة عشرين ثلاثين سيتم تنوع مصادر الدخل لا يمكن أن نوع مصادر الدخل يا سيدتي عندما تعتمد على النفط أن ثلاثة ستان تخطط مستحيل أن يكون هناك تخطيط مع اعتماد على داخل النفط لأن النفط في فترة من الفترات وصل سعر النفط في الثمانينات إلى ستة دولار وفي وقت في عام 2009 وصل إلى 143 دولار ولم يكن أحد يتوقع وصولها لهذا الرقم الأدنى أو الأعلى لذلك أنت تكون عرضا للتقلبات وكل خطوة تصبح فاشلة وغير صحيحة وغير واقعية الآن السعودية تريد أن تقلل اعتماد على النفط المواطن لابد أن يعلم هذا ويكون شريكا في ذلك من أجل ليس مصلحة الآنية ولكن مصلحة أبناء ومصلحة المجتمع نعم أستاذ سليمان دور المجتمع ودور المدارس في تنمية الثقافة أنه ما يعتمد على الموارد النفطية عن طريق التعليم عن طريق المدارس أنهم يوسعوا مداركهم الطلبة طبعا بالنسبة لهذا الأمر أمر مهم جدا أن نبلغ أبناءنا الوظيفة وحدها المصرين يسمونه ما عاش يعني ما عاش لو تأخذ راتب أثير ريال أو لتأخذ راتب سبعين ما ستصرفه في الشهر لا بد من أن يكون خلق جيل قادر على أن يبدأ مشاريعه الصغيرة أو متناهية الصغر بذاته وتكبر مع الزمن كل مشروع يبدأ صغير ويكبر كل شيء في الدنيا لا بد أن ينمي فيهم روح الابداع أن نخرجهم خارج الصندوق ليفكروا الآن مشاركة مثلا المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي حوالي 25% المعدلات العالمية تتجاوز 70% ويجب أن يعدل هذه النفة حتى يكون المشاركة تفعيل الدورة المواطن سواء في الاقتصاد أو في العمل أو في خلافه نعم كان معنا من الرياضة الأستاذ سليمان العساف الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا لك لكل المعلومات اللي أفتنا بها أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تتعامل بحرص مع جميع البلاغات التي تعرض فيها الأطفال والمرأة للخطر والتحرش بجميع أنواعه وكلما يهدد سلامتهم وصحتهم الجسدية والنفسية وكشفت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر عبر الوسم التوضيحي عن مراحل تلقيها للبلاغات بالتحرش أو التعرض للخطر مبينة أنها تقوم فور تلقيها للبلاغ عبر رقم البلاغات 19-19 بتصنيفه وتحدد مستوى خطورته مع الجهات الأمنية أو الطبية ومن ثم تحويله إلى وحدة الحماية معنا من جدة دكتورة سميرة خالد الغامدية الاختصاصية النفسية وعضو مؤسس جمعية حماية الأسرة الخيرية مساء الخير دكتورة سميرة مساء الخيري سعد مساكي ومساء كل المشاهدين والمستمعي دكتورة سميرة هذا موضوع حساسي الحالات التي تجيكم سواء كانت اغتصاب سواء كانت فيها اعتداء جسدي أو جنسي كيف يتم التعامل معها؟ كيف ممكن أن تحموا المرأة أو الطفل؟ كيف تقيموا الحالة وتساعدوها أن تتخطى هذه المرحلة؟ دعني أقولك في الأول حاجة كل حالة لها إجراء مختلف نظام الحماية من الإذاء مثل عامة أو نظام حماية الطفل أو الأليات التي صارت في طريقة التعامل مع التدخل للحالات تختلف من حالة لحالة بناء على مطيات الحالات بناء على مطيات الحالات في تبلغات تكون عن طريق الخط الساخن 19-19 في تبلغات تصير عن طريق 11-6-1-1-1 الذي يتبع للسجل الوطني وبرنامج الأمان الأسري في حالات تروح مباشرة للشرطة في حالات تروح مباشرة للمستشفى ولكن ينصد في الآخر أنه يتجه للمين في حالات الإداءة الجسدي غير الجنسي غير النفسي بمعنى لما يأتي تطل على الطوارئ في المستشفى وهو متعرض لحالة تحرق جنسي أو باشرة الشرطة القضية سواء باشرة الشرطة أو لم تباشر هذا إجراء هذا الإجراء اللي جاء على المستشفى بتلاقي على طول وحدة الطوارئ في المستشفى بتبلغ الشرطة وبيطلبوا الطب الشرعي ولهم إجراء لوحدهم لما تجي الحالة على مستشفى متعرض لإداء جسدي ويقرر الأطباء إنه الإداء جديد مثلا أو بدرجة معينة هنا كمان بيصير اتخاذ إجراء آخر وبيصير فيه فورمة بتتعبل فورمة وبيتبلغ بيها مباشرة فرق الحماية أو إدارة الحماية في الشؤون الاجتماعية لو فيه إداء جسدي بيتحول على المستشفى النفسية للإداء الجسدي فحقيقي كل حالة لها إجراء ولكن يتفقوا على شيء واحد إنه التبليغ الزامي وسواء الحالة أتشافت من طبيب من اختصاصي من شخص عادي من معلم من تربوي من أي قطاع لازم على طول يبلغ إدارة الشؤون الاجتماعية أو الشرطة أو القطاعات المعنية بالحالة نعم معظم حالات التحرش التي تصير تتم فترة الطفولة ما يعرف فيها الطفل أنها هي حالة التحرش يعرف بعد مرحلة البلوغ في هذه الحالة كيفية وعي الطفل كيف نوعي أنه هو قاعد يتعرض للتحرش ولازم يبلغ عن هذا الموضوع هو للأسف الشديد فعلا حالات كثيرة أو معظم حالات التحرش تحديد في مرحلة الطفولة وللأسف أكثر الأماكن أمانة زي لما أقول دايما هي أكثرها خطورة على الطفل لأنه التحرش بيكون من داخل المنزل من داخل الأماكن الآمنة من الناس القريبين من الطفل غالبا إحنا لازم نوعي الطفل بأساسيات يعني سواء مسؤولية الأسرة أو الناس اللي بر المسؤولية الأسرة في الأول أنه ما أحد يقول لي أنه الطفل يقدر إلى سن عشر سنين مثلا أي أحد يحممه أي أحد يلمس أي مكان فيه يستخدموا كلمات غير لائقة المفروض من سن ما بين ثلاثة إلى أربع سنوات أنتو تعتبرها سن صغيرة ولكن نحن نعتبرها سن واعي لازم يبلغ الطفل أنه في أماكن حساسة في جسمك جسمك ملكك ما لازم أحد يلمسه لازم نعمل نوع من الحوار والانفتاح ما نبدو أن نقول له عيب وحرام وممنوع ونخوفه لازم نسمح له أنه إحنا ملاذك الوحيد لما نحصل لك شيء لازم تجي تكلمنا في أمهات وأباهات الله يهدي لهم نفسهم لما انتصل يجي يقول له بحصل لي كذا أو فيه تبليغ كذا يروح لطفينه كف ضربينه معاقبينه وكأن الطفل مسؤول عما حدث فطبعا يشعر الطفل الآخر لو كان في الطفل الآخر في البيت بالخاصة ما ينتكلم فلازم يكون في تعريض بالتدريج والآن تر عندنا شبكة عن كموتية حبيبتي كبيرة إنترنت بيساعدنا كتير فلازم بالتدريج نعلم الأطفال إيشال حيثة اللي لازم ما أحد يلمسها لو أحد كلمك كلام غير لائق ما ينسمح لهم أن نبعد فترات طويلة مع ناس أكبر منهم سنا ولا أحد يقول لي عمه ما عليش ضده ما عليش خاله ما عليش ولا أحد ولا أحد يكون في رقابة دائمة لازم الأم تفحص دائما ملابس الأطفال شوف إذا فيها علامات إذا عليها شيء سلوك الفصل بصفة عامة لما نتغير فجأة هذا خطر ولازم ننتبه له يعني مثلا سار مشكلة في المدرسة فجأة سار يقول كلمات غير لائقة مستوى الدراسة نخفض أول ما نبدأ نشوف الحاجات دي لازم نتنبه ونقول قد يكون في مشكلة أو تحرش تعرض للطفال نعم طيب هذا بالنسبة للأطفال خلينا نتكلم مثلا على البنات كيف ممكن أو يعني كيف ممكن نحن نوعيهم بأساليب المتحرش أو المعتدي كيف ممكن هي تتصرف في حالة أنه حصل لها اعتداء أو حصل لها إيذاء ما تختلف البنت عن الولد أنت تتكلمي بنت صغيرة ولا كبيرة لا يعني الكبار أو النساء النساء ما أشوفي في القضايا ما يختلف كبير أو صغير نعم هو إحنا محتاجين في الكبار لأنهم أكثر وعيا نعم محتاج أنهم هما يكونوا أكثر ثقة بمسهم لأنهم يعبروا عما حدث لهم نعم يعني أنا محتاجة أنا بقول لكل النساء أو لأي امرأة أو أي شاب بتعرضت لتحرش وهي صغيرة وريكوكنايز أو بأدت كوعبي وهي كبيرة أو أي وحدة وهي كبيرة أنه الآن في شيء اسمه نظام الحماية وحقك ما حيروح عند الله وفي النهاية لو أنت ما تكلمت ما حتقدر يساعدك لا تسمح لهذا المعنس أنه هو يمارس يعني أشياء السيئة بدون عقاب هذا ما هو وصمة تعيب ولا عار ولا أنت شخصة سيئة ولكن هو الإنسان سيئ فبالتالي لما أنت تعترفي أمو تعترف عرفي أو تعرفي أو تقولي أنه حصلت هذا الشيء هيعرض هو للمساءلة اثنين الآن النظام يحمي لكل إنسان السرية في التبليغ نعم وحتى المتعابلين إحنا كمتعملين مع الحالات إحنا علينا مسؤوليات يعني لما نشوف حالة ما نقول عيب وما نبلغ لازم نبلغ لأنه إحنا مسؤولين وقد نوساء القانونية لما نبلغنا كمان لازم نحافظ على الشرية أتمنى أنه الآن ننزع الخوف إذا كانت يبغي نصيحتي لكل الكبار نتعرض أن ننزع الخوف الحكاية ما هي وصمة عيب ولا عار العيب على العار على المعنف على المؤسي مو عليكم رأي أن سكوتكم هو العيب والعار لأنكم بتخلوهم يتمادوا نعم دكتورة سميرة من خلال أني كنت اختصاصية نفسية كيف ممكن يكون دور الوالدين بالذات الوالدين مني ممكن يلاحظوا الطفل تعرض لتحرش تعرض لإيذاء جسدي كيف ممكن نحن نوعيهم ثقافيا أنا أطلب منهم طلب واحد نعم اسمعوهم وانتبقوا لهم واحتووهم في حالة حاجة على حاجة كده نعم أرجوكم بلا سيأخذكم الغضب والحمية وتأذوا أبطالكم بهدف التأديد وكأنهم هم المجمين الطفل لما نتعرض لإيذاء يحتاج ظهر الأمين الظهر الآمن قبل ما تكون الإجراءات القارنية فهي الأم والأب إذا الأم والأب تخادلوا عن أنهم يأخذوا حق ابنهم ما حد حقيقة لساعدهم صحيح كمان لازم نتعامل مع الطفل بعقلانية ما نقول الطفل وما يفهموا بكرة ينسى ما في شيء اسمه بكرة ينسى ومش غلط أنهم يروحوا عيادات نفسية ويتابعوا أنا حقيقة يعني كثير أحترم أنهم مهات كثير بيجيبوا أولادهم وبيستفسروا وبيتعلموا أول ما تشعر أنه في بذرة شك لحاجة زي كده ما حقول لكم روحوا الشرطة على طول أو عملوا تبليغ على طول روحوا الاقتصاصي فاهم مش بيسوي حيعرف إيش المشكلة حيعرف إذا كان هذا اعتذاء حقيقي أو غير حقيقي سنت علي هو ممكن ينصحكم بإجراء اللي تسوي نعم دكتورة سميرة خالد الخامد الاختصاصية النفسية وعضو مؤسس جمعية حماية الأسرة الخيرية شكرا جزيلا لك لكل المعلومات اللي أفتين بها قبل الفاصل انتقينا لكم هذه التغريدات وفق اتفاقية التعاون مع حساب موجز الأخبار السعودي الإخباري وفيها منح المستفيدين من مركز محمد بن نايف للمناصحة إجازة لقضاء عيد الفطر مع ذويهم اعتبارا من يوم الثلاثاء مجلس الوزراء يثمن مواصلة الجهات الأمنية إجراءاتها لحفظ النظام وردع المجرمين وكشف من يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة مجلس الوزراء قروا إنشاء برنامج وطيني لدعم الهوايات والأنشطة داعم يهدف إلى دعم وتطوير قطاع الهوايات والأنشطة والفعاليات المرتبطة به العمل والتنمية والاجتماعية يقولون نتعامل بحرص مع جميع البلاغات التي تعرض الأطفال والمرأة للخطر أو التحرش فاصل ونعود اختتم فريق مشاة طيبة النساء بالمدينة المنورة مسابقة صحتي بخطواتي والتي هدفت إلى تحفيز السيدات إلى قطع أكبر قدر ممكن من الكيلومترات خلال ممارسة رياضة المشي وأوضحت قائد فريق مشاة طيبة مزون الحربي أن المسابقة تأتي ضمن أهداف الفريق في تعزيز الرياضة المجتمعية وفي إيجاد مجتمع صحي رياضي حيوي وآمن من الأمراض وأشارت الحربي إلى أنه تم احتساب نتائج المشاركات عبر برنامج استرافا لاحتساب الكيلومترات في الرياضة المشي مضيفة بأن الفائزات الفأولى بالمسابقة قطعت 57 كيلومتر خلال مدة المسابقة والتي استمرت إلى ثلاثة أسابيع خلال شهر رمضان الكريم تكثر العزائم والأكلات الرمضانية والسكريات والمشروبات مما يؤدي إلى زيادة الوزن لهذا يلجأ السعديون لممارسة الرياضة قبل موعد الإفطار وبعده وذلك للحفاظ على الوزن كونه الشهر المثالي لتخفيف الوزن في الصيام غذاء للروح وفي الرياضة غذاء للجسد فماذا عندما يجتمعان معا في شهر رمضان حرق للدهون وانخفاض في الوزن والوقاية من أمراض كثيرة لكن باتباع نظام غذائي سليم وممارسة رياضية صحيحة وفي أوقات مناسبة يمكننا تحقيق الكثير خلال شهر الخير النشاطات البدنية في رمضان صارت ما شاء الله صارت الآن في توجه كبير في إقبال كبير على الممارسة في الرياضة خصوصا في الأماكن العامة والساحات خصوصا العصر أما في المساء في الليل فكثير من الأندي الآن صارت ما شاء الله زحمة تلاحظ أن النادي تدخل النادي يا الله تلقى مكانك تتمرد التغذية شيء مهم جدا أن تتناسق مع التمرين فالوقت التمرين مع التغذية الجيدة تكون نتيجة طيبة إن شاء الله ما يؤكده المختصون الرياضيون بات هدفا عند عشاق الرياضة خاصة بشهر رمضان المبارك حيث أثبتت جميع الدراسات أنه الشهر الأمثل لممارسة الرياضة شرطة طبيق المعادلة لا إسراف في الرياضة قبل الإفطار ولا إسراف في الطعام بعد الرياضة يعني الرياضة يعني مفيدة في كل وقت يعني سواء لا قبل الإفطار يعني الواحد يكون يعني شوي كذا متعطش للإفطار لكن أنصح فيها أنه بعد الإفطار تزيد البطولات تزيد الدواري في شهر رمضان يعني يكثر فيها اللي هو تنظيم الدورات في شهر رمضان بعيدا عن فوائد ممارسة الرياضة في رمضان تبقى الرياضة أوفى صديق يتخذه الإنسان لجسمه ويبقى شهر رمضان الشهر الأمثل لأحياء هذه الصداقة وجني ثمارها وفي شهر رمضان المبارك أيضا تتسابق الفضائيات على عرض أحدث برامجها ومسلسلاتها وتختلف أذواق المتابعين واهتماماتهم أخبار الآن التقت عددا من المواطنين والمواطنات وسألتهم عن مدة وأوقات متابعتهم للتلفاز لنتابع والله تقريبا يعني بعد سات المغرب يعني ربع ساعة إلى نص ساعة ويأي شيء يأتي بعد المغرب قبل أذان العشاء هذا اللي فترة اللي أجز فيها والباقي يكون فيها يعني مشغول ما بين الصلاة والعبادة إلى النهاية اليوم طيب اش نوع البرامج تتابعها؟ والله عادة يعني كمد هي مسلسلات الفترة هذه فقط أو برامج رياضية إذا كان ما بعد سالة الترويح فقط ما ترجس على تلفزيون كله على الجوال تلفزيون ما تلاقي وقت عشان تطلع على التلفزيون كله على الجوال يعني ما في وقت عشان تشوف التلفزيون أبدا تضلق على الجوال على طول والله تقريبا ثلاث ساعات تقريبا يوميا البرامج اللي هي البرامج الثقافية بالإضافة لبعض المسلسلات يعني مش أقل من ثلاثة أربع ساعات في اليوم مسلسلات كله مسلسلات بحب الكوميدي وغالبا بيبقى ساعة الفطار بعد كده ما بتبعش كتير ممكن ساعة الصحور وأنا بتصحها لكن غير كده ما بتبعش يعني كتير أقضي تقريبا حول بس فترة محينة اللي هي سلسل سلفي بس كل فترة اللي قده تابع بس في رمضان أما بعد الترويح يعني أروح أشوف لي جدول ثاني كورة سوني أطلع تمشأ أي شيء وقتها بعد روح بس كل وقت ساعة واحدة بس اللهي التلفزيون صراحة ما قدع لي كثير أغلب وقت يعني مشغولا ونوع البرامج مصابقات تقريبا أكثر شيء يعني أميرها بالنسبة لرمضان بالنسبة لرمضان فهو شهر عبادة أول شيء ثاني شيء أنا بالنسبة ليه كشخصيا ما أتابع مسلسلات في رمضان لأنه ما الواحد يجرح الصيام مصعبة من هذه الجهة ما أتابع شيء في رمضان فأحاول لو بعد العيد عادة تابعت أما في رمضان صلاة وعبادة وتراويح والله ملك الحمد يمكن إذا برامج دينية نعم محاضرات كدروس دينية هذا اللي التابع في رمضان الرينج يعني أروند 11 ساعة إلى 10 ساعات صراحة بس ما ببرامج يعني I am gaming guy يعني حق العاب فأجلس يعني أمام التلفاز أو أمام الشاشة 11 أرى إلى 10 ساعات كماكسموم أما أغلب الأحيان في الفترة الحالية إلى 5-6 ساعات عشان الشغل ومالشغل بمشاهدة التلفاز أنا ما أشاهد صلاحة التلفاز هو البرامج الحصرية الآن تقريبا ساعة واحدة برامج دينية ثقافية استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة سفراء مناسبة عاصمة السياحة الإسلامية لعام 2017 في محاورة المناسبة المنعتمدة من اللجنة التنفيذية وهي الشيخ صالح المغامسي والإعلاميان وليد الفراج ومحمد البكيري والفنان فايز المالكي والكابتن نوافة طمياض والناشطة الاجتماعي صلاح الغيدان في مستهل اللقاء اطلع الأمير المدينة على التقرير الإعلامي للمناسبة منذ انطلاقتها في بداية العام الميلادي وحتى منتصف العام مشهيدا بما قامت به اللجنة التنفيذية من مهام وأعمال أوكلة إليها لظهور المناسبة بما يليق بمكانة وقدسية طيبة منطالبا بتكثيف الجهود في الفترة المقبلة بما يحقق تطلعات الأهالي والزوار وصلنا معكم لفقرة تويتر والتي عايد فيها مغردون المملكة العربية السعودية وقادتها بمناسبة اقتراب عيد فطر المبارك حيث أطلقوا وسما بعنوان وطني كل عام وأنت بخير حصد الوسم العديد من التفاعلات والتي نستعرضا بعرضا منها في عدة دغريدات كان منها حبان بن أرسان وطني كل عام وأنت بأفضل حال يا موطن الأجداد ما أجملك يا بلاد الحرمين يا قبلة المسلمين وطني كل عام وأنت بخير من فل عسيري كل عام ونحن نعيش في حضنك بأمن وأمان وخير وعزة بفضل الله ثم بفضل قادة حملوا الأمانة لحماية أطهر بلد على وجه الأرض بن عيدان أيضا غرد بكل عام وأنت بخير يا وطني كل عام في شموخ وازدهار أما راكان فغرد بوطني كل عام وأنت خير كل عام وأنت العز والمجد الكبير الذي توارثناه عبر الزمن يا قبلة الإسلام والهدى والمنبر يا أطهر بقاع الأرض في كل مكان أما سهم السهم فغرد بوسم وطني كل عام وأنت بخير وطني كل عام وأنت كل عام وطني بخير يهمنا أن يشكل البرنامج نافذة للتواصل ونرحب أينما ترحيب أي مقترحات أو ملاحظات أو حتى تنبيهات على هاشتاك برنامج الوطن اليوم مع السلامة نراكم غدا ترجمة نانسي قنقر